وأفير لدى جيني صورها الخاصة في لوس أنجلوس قبل أيام قليل فوق أمستخدمي الإنترنت برؤية روزي وجيني يتسوقان سرا في مدقر لملابس الأطفال في لوس أنجلوس وبعد ذلك فقد تم نشر بعض السور لروزي بلوس أنجلوس على شبكات التواصل الاجتماعي بينما جيني كانت لا تزال صامتة تماما وقبل الأمس فقد حمل جيني فجأة بعض السور لها بعد توقف طويل ومع ذلك أدرك عشاق جيني على الفور أن هذه السور تم التقاطها في كوريا وليس لوس أنجلوس ولكن لم يكن على معقبها الانتظار طويلا قبل ساعات قليلة فقد تم الكشف أخيرا عن صورة نادرة لجيني في لوس أنجلوس على وضع التحديد قامت سمي كادرة بتحديث الأنستجرام الخاص بها بصورة كانت تتسكى بها مع جيني في لوس أنجلوس سمي كادرة هي أخت في كادرة وفي كادرة هو أفضل صديق لكيندل جيني وفي المنشور تبدو جيني وسمي لطيفتان للغاية يبدو أن جيني لديها أيضا نفس حقيبة سلين إيفا التي تحملها ليس دائما والمعجبون سعداء بمعرفة أن جيني لا تزال تقضي وقتا ممتعا مع صديقاتها المفضلة في أخبار أخرى في السلاسون من يونيو قابل جيسو المعجبون خلال في لايف سياتش حيث لمحت إلى أن أغنية ليسا المنفردة ستكون في شهر يوليو وفي نفس اليوم تم نشر مقتطف يعتبر جزء من أغنية التعاون بين جي جي سنيك وليسا الذي نشره جي جي سنيك على الإنترنت في هذا المقتطف تعرف المعجبون بسهولة على صوت ليسا بكلمات بسيطة سأكون معك حتى تشرك الشمس لا تكذب لا تكذب والمعجبون متحمسون للغاية بصوت ليسا الجميل وهذا يعني أنه سيتم إصدار الأغنية التعاون هذه قريبا جدا ربما يتم عرضها في البومي ليسا المنفردة الأول ومع ذلك حس المعجبون أيضا على الفور على عدم الاستماع إلى هذا المقتطف والإبلاغ عن الحسابات التي نشرت هذا المقتطف لأنه في الأونية الأخيرة لم تتخذ شركة واي جي والجي جي سنيك أي موقف بشأن هذا الأمر حتى الآن وفي هذه الأثناء من المفترض أن تحضر ليسا في باريس لحضور حفل توزيع جوائز أزياء أندام وفي الأونية الأخيرة تحدث بيتر فيتي زد في قصته آي جي أنه سيذهب إلى باريس مع عائلته لذلك ستكون ليسا هناك أيضا لأنها تريد مقابلته قريبا قبل أيام قليلة كان المعجبون مرتبكون عندما شاهدوا روزي وجيني في لوس أنجلوس وفي الثاني من يوليو أكد مسؤولا من وكالة واي جي فجأة لوسائل الأعلام الكورية أن روزي وجيني يزوران الولايات المتحدة الأمريكية للعمل على الموسيقى سواء كانت هذه الموسيقى عبارة عن تعاون فرد شخصي لروزي وجيني أم مجرد عمل جديد لبلاك بينك لم يتم تأكيد ذلك بعد ومع ذلك بعد انتشار هذا الخبر انتقل معجبون ليسا إلى التويتر للتعبير عن إحباطهم اتجاه وكالة واي جي لأن الشركة أكدت تواجد جيني وروزي في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل عمل موسيقي إنهم مستاؤون للغاية لأنه في حين أن الفتيات الأخريات يزدهرن في وظائفهن الفردية تترك ليسا دائما في الخلف معجبون ليسا غير راضية عن طريق التعامل واي جي مع ترسمها الفردي وكذلك تعزيز نشاطها الفردي في السابق كان من المفترض أن تقوم ليسا بأول ظهور منفرد لها في شهر يوليو ولكن حتى الآن واي جي لم تؤكد أي معلومة تفصيلية وفي هذه الأثناء في أوائل شهر يوليو تشرفت ليسا بأن تكون في لجنة التحكيم لجوائز إنضم للموضة المرموقة لكن وكالة واي جي لم تذكر هذا الحدث حتى أشار معجبون ليسا إلى أن جيني وروزي كان لهم أنشطة فردية ناجحة جدا مع درامة الجديدة سنو دروب من جيسو فمن العدل أن تحصل ليسا على وقتها للتألق أيضا حتى أن الشائعات بدأت تنتشر بأن معجبون ليسا المبالغة فيها لا بد من أن تترك ليسا واجي مع هاشتاغ ليسا ليف واجي بدأ يتسلق هذا الترند على التويتر الآن المعجبون يكرهون هذه المعاملة الغير عادلة ومع ذلك هناك أراء مختلفة تماما حول هذا الموضوع فوفقا لهم اختيار جيني وروزي للذهاب إلى لوس أنجلوس نيابة عن بلاك بينك بسبب أنهن الوحيدات اللواتي ليس لديهن جدول زمني في الوقت الحالي في حين أن ليسا تستعدل الظهور بمفردها للمرة الأولى واجيسو مجغولة بالتصوير درامتها الأولى القادمة سنو دروب فما رأيك أنت في ذلك في الوقت الحالي تعد بلاك بينك وبيتيس أكبر الفرق الشعبية في عالم صناعة الكيبوب في الموسيقى في العالم وفي كل مرة تزهر المجموعتان معا في أي مكان يجلبون الكثير من الاهتمام والمناقشات بين المعجبون ومع العديد من الإنجازات الرائعة نجحت كلتا المجموعتان بألوانهم الموسيقية الخاصة فهم أيضا نجحون جدا عند دمجهم مع فنانون آخرون من الداخل أو الخارج إذن ماذا لو كان هناك تعاون بين أعضاء هذه الفرق الكبيرة مؤخرا في منتدى بانيت افترض المعجبون أن هناك تعاون قادم بين شوغا من بيتيس وروزي من بلاك بينك مغني الراب متعدد المواهب شوغا المشهور بالعديد من المؤلفات الموسيقية كان له عدد من التعاون كبير مع الفنانون مثل آيو ثم اشتهرت روزي المطربة الرئيسية من بلاك بينك بصوتها الرائع فمهارتها في كتابة الأغاني بالإضافة إلى جذبيتها من الدرجة الأولى كبيرة جدا لذلك ستؤدي روزي الأغنية التي أنتجها شوغا وسيكون من الأفضل إن كتب الإسناني الموسيقى معا في الحقيقة أن صوت روزي يناسب أغنية شوغا حقا سيهز هذا التعاون العالم بأسره وسيصبح بالتأكيد زو نجاح صاحق ومع ذلك أسفل هذا المقال عبر مستخدمي الإنترنت الكوريون عن أرائهم المختلطة أعرب العديد من المعجبون عن سعادتهم الشديدة لتعاون إسنان من أكبر الألدز ويأمل من تحقيق الشركتان هذا الحلم الكبير ومع ذلك على عكس أرائي هؤلاء المعجبون يشعر مستخدمي الإنترنت الأخرون أنه من الأفضل عدم الحصول على هذا التعامل لسبب بسيط جدا وهو أن أعضاء بيتيس هم بيتيس وبلاك بينك هي بلاك بينك فما رأيك أنت؟ إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالأعجاب والاشتراك أيضا في القناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة